بسم الله الرحمن الرحيم أهلهم مرحبا بحضراتكم في محاضرة اليوم مع حضراتكم الدكتور وليد وهبا المحامي في البداية أنا بتشرف بخضوري النهاردة في مقار اللجنة الإعلامية لانقابط المحامين وسعيد بالمجهود العظيم اللي يتقدموا اللجنة ودورها المحترم في نشف الوعي والفكر القانوني وكل الشكر والتقدير لكل السادة القائمين على هذه اللجنة وكل الإدارة وأيضا الشكر موصول للنقابة العامة والسيد النقيب أستاذ جاي عطي محاضرة اليوم جانب عمل من جوانب المحامات خاص ببداية المحامة بداية التدريب أول يوم شور حينزل فيه كل محامي متدرد من أول ساعة حينزل فيها بداية حضرتك كمحامي حديث القيد بنقابة المحامين هو نزولك المكتب بتنزل مكتب المحامي أول شيء بتبص عليه ملفات القضايا بتشوف أجندة المكتب بتشوف ملف العمل الإداري ده لاستعداد حضرتك للعمل صباحا في أول يوم نزول لحضرتك فيه المحكمة إحنا هنتكلم عن الشغل الإداري ترتيب شغلك الأولويات من الأهم في المهم ليه بقولك من الأهم في المهم لأن مفيش حاجة مش مهمة مفيش ورقة مش مهمة مفيش معلومة مش مهمة مفيش قرار مطلوب من حضرتك مش مهمة أو أن أنا أتجاهل أو أن أنا أقول معرفش وحنقول إزاي هنتجاوز هذه الأمور اللي بتمر بالسادة الزملاء الأسادزة حديث العمل بالمحل بداية أنا بنزل المكتب بيعرض علي الشغل في ملفات القضايا في دولاب منظم بترتيب الجلسات من أجد اليوم لأبعد يوم بداية مثلا من 25 في الشهر 26 27 28 لحد الشهور المقبلة ببدأ أشوف أقرب جلسة لي بعرف إيه أهم شغل ناقص فيها بيوجهني في ده زميلي الأقدم مني في المكتب هو اللي بيبدأ يوجهني ليه النقطة دي طيب أول حاجة بشوفها إزاي أرتب الورقة أنا بمسك ورقة زي الورقة اللي في إيدي حالية ورقة الدشت عادية بدون فيها ملاحظات بكتب كده فيها محكمة شمال القاهرة محكمة بانها محكمة الجيزة بحط أول نقطة فيها هي أول حاجة حبدأ بيها أول حاجة هي أهم حاجة إما عندي جلسة يبقى لازم أبدأ بالجلسة أو عندي شغل إداري حيدفع له رسم يبقى أنا لازم أبدأ بالشغل الإداري اللي حيدفع له الرسم علشان الخزنة ما تقفلش فأنا لازم أرتب الأولويات طيب حاجة أكتب أول حاجة أول حاجة عندي جلسة بكتب رقم القضية أسماء الخصمين بكتب مين هو الموكل اللي أنا المفروض حاضر عنه وبحدد صفتي إيه أنا مدعي ولا مدعي علي مستأنف ولا مستأنف ضدي ألا ده متهم في جنحة أو في جناية ولا مجني علي بحدد صفتي بشوف المطلوب في الحضور معاه إنه هو لو مش حاضر باخد التوكيد طيب لو حاضر يبقى لازم يكون فيه ترتيب مسبق عن طريق المكتب إنه بيدي لحضرتك رقم تليفونه طيب دي أول نقطة ببدأ بيها خالص المحكمة أول حاجة بعملها الصوت هروح هبص على القضية وهشوف الرول أعرف رولي كام أعرف قضيتي نزلت أو لا الرقم اللي أنا واخده صحيح أو لا لو تاريخ الجلسة اللي أنا واخده على أساس من القضية دي بكرة واكتشفت إنها مش نازلة يبقى لازم أدون في الورقة بتاعتي الجلسة اللي كانت قبلها ليه؟ عشان أقدر أرجع لأجندة السكرتير واعرف الجلسة اللي كانت قبلها أجلتها الجلسة كام طالما هي مش نازلة النهاردة بعد كده لقيت إن أنا القضية دي هتشتغل بدري أو هخلصها بدري بس تنها عشان ما تفوتنيش طيب اكتشفت إنها هتتأخر مفيش مشكلة إن أنا نلقل للنقطة التانية إيه هي النقطة التانية؟ أول عمل إداري بيحتاج رسم إيه هي الأعمال الإدارية اللي بتحتاجها رسم من حضرتك؟ واحد رفع الدعاوة اتنين تقديم الطلبات لاستخراج شهادات ثلاثة الصور الرسمية رأي حضرتك ترفع قضية فلازم هتنزل رسمك على صحيفة الدعوة يبقى لازم تروح وتنزل الرسم وتاخد دور في الخزمة علشان ما يفوتكش المدة الزمنية في مواعيد عمل الخزمة بقدم شهادة يبقى أنا بروح بقدم الطلب وباخد عليه المعلومات وبقيده في الجدول وبعد كده بدخله عرض عشان أخد عليه التأشيرة وارجع تاني على الخزمة طب هطلع صورة رسمية بروح أقدم الطلب وقدر الرسم وادفع علشان أرجع للسكرتير أصور واسيب له الطلب وارجع تاني أختم دي تاني نقطة إذا كنت أنا لسه ما خلصتش الجلسة لازم أول ما أعملها وأول ما أدخل على الخزمة أرجع تاني على الجلسة علشان الجلسة ما تفوتش ما تتعاملش أبداً إن حد حيستناك حضرتك لسه في البداية ما تتعاملش إن حد حيستناك لازم تبقى أنت اللي بتنجز عملك بنفسك لازم تكون حضرتك اللي سريع سريع في شغلك مش حقف حاستنى أسنصير أو حاستنى دور أو حاقف في طبور مش هيحصل لأن محدش هيستناك في التأخير اللي هيجي على حضرتك من الشغل أنا لما جنز المحكمة أنا لازم أراعي أولاً الموعيد يعني ما ينفعش يبقى مطلوب مني جلسة صباحي وابقى أنا الساعة عشر في المحكمة ما ينفعش مثلاً أبقى أنا عندي جلسة مسائي ومعي شغلي إداري واروح لهم 11 ونص أنا لازم أبقى منصق موعيدي بحسب موعيد العمل إذا كانت شغلي الإداري معي ومعي جلسة مسائي يبقى أنا روح بدري أخلص شغلي الإداري وأحضر بعدها جلستي أما إذا كان الجلسة صباحي يبقى بداية عملي إن أنا أخلص جلستي وأبدأ في الشغل الإداري طيب وأنا رايح المحكمة رعيت موعيدي ولازم أراعي شكل الشكل أهم جوهر للمحايا شكل حضرتك في اللبس شكل حضرتك في تنقيت زوء اللبس يعني بتلبس بدلة للولاد أو بتلبس لبس معين للبنات ولكن لازم أحدد أمور أنا مش بلبس بدلة خروج مش بلبس بدلة فرح مش بخلي المظهر كأنه غريب أو كأني رايح مناسبة لا في نوعيات من اللبس للعمل ليس للمناسبات الاجتماعية دي لازم أراعيها ليه؟ لأن ده شكل حضرتك وشكل الموكل اللي حضرتك بتمثله وشكل المكتب اللي حضرتك مرسل عنه طيب أنا رعيت كل ده وبدأت عملي في المحكمة بداية بقى عملي بتعامل مع السادة الزملاء مع الموظفين مع حرس مع حاجب طيب لما خش أتعامل مع زميل الأصل عندي أني لازم أحترم زميل يعني ما ينفعش أبدا تكون أجندة في إيد زميل مثلا وخش أشدها منه أو أخش في وسط زحمة وأقول لهم معلش يا جماعة أنا إيه؟ أنا في الأول ما ينفعش يجب حضرتك إنك تكون مراعي لأداب المهنة أداب المهنة قبل كل شيء لأن كل ده اللي بيمثل صورة حضرتك كمحامي متدرب تحت التمرين أجي أتعامل مع الناس جميع من في المحكمة قد يكونوا يعلموا أكثر منك فأنت محتاج إنك تعرف منهم يعني مهما كان هو مين أو مهما كان مين وظيفته فحضرتك بتسأله علشان هو اللي بيرشيدك هو الأستاذ فلان السيكيرتير موجود فيه هو الأستاذ فلان اللي ماسك الدفتر ده متواجد فين أو مقاعد فين أو مكتبه في الدور الكام أو بكشف إزاي أو مش عارف أقرى خطي الخط اللي مكتوب في الأجندة أو مثلا مش فاهم إيه هو القرار المطلوب فأنا برجع للمصدر اللي قدامي وهو الموظف فيجب أن تكون فيه صيغة احترام متبادلة بين الأطراف وأول من حيعاون حضرتك ويساعدك في النقطة دي هو المحامي زميلك اللي واقف لأنه حيبقى عارف إن ده لسه محامي جديد هيقوله طبعا أنا حساعدك ترجمة نانسي قنقر